تقص بارد في ساعات النهار وأجواء شديدة البرودة في ساعات الليل واحتمال لتشكل السقيع والتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقص العرب وأصحب الله مساءكم من المتوقع أن تبقى المملكة تحت تأثر الكتلة الهوائية الباردة مع يوم الغد الجمعة وللتفاصيل نشاهد هنا خراءة درجات الحرارة من المتوقع بمشيئة الله أن تبقى الأجواء كما نشاهد باردة جدا في ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة تبقى باردة خلال ساعات النهار إلى أن تعاود انخفاضها بشكل ملحوظ وحد في ساعات الليل كما نشاهد هنا من المتوقع أن يكون هناك سقيع أيضا ويتشكل السقيع فوق المرتفعات الجبلية تحديدا في ساعات الليل من يوم الجمعة على أن تكون الأجواء باردة والرياح تكون شمالية غربية معتدلات تنشط أحيانا أما في يوم السبت نهارا كما نشاهد أيضا تبقى الأجواء هناك ارتفاع بسيط على درجات الحرارة ولكن تبقى دون معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام وتبقى الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع على أن تكون باردة في يوم الجمعة هذه الليلة تكون الأجواء باردة جدا درجات الحرارة في العاصمة عمان تصل إلى أربع درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 21 كم في الساعة أما في ثلاثة أيام القادمة وفي العاصمة عمان يوم الجمعة ارتفاع بسيط على درجات الحرارة ولكن كما ذكرنا تبقى الأجواء باردة جدا في ساعة النهار 11 إلى 4 درجات في ساعة الليل يوم السبت ارتفاع بسيط من 14 إلى 6 درجات إلى أن نصل إلى يوم الأحد وارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة تصل إلى 18 نهارا و11 درجة في ساعة الليل ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد 15 إلى 7 درجات في المفرق 12 إلى 4 درجات جرش 14 إلى 6 درجات وفي عجلون من 13 إلى 5 درجات وأجواء غائمة في عمان 11 إلى 4 درجات في زرقاء 13 إلى 6 درجات البلقاء 12 إلى 4 في مادبة 11 إلى 6 وفي البحر الميت من 23 إلى 13 درجة مئوية مع وجود غيوم متفرقة في الكرك 11 إلى 5 درجات في الطفيلة فرص لزخات أمطار من 10 إلى 4 درجات في معان 12 إلى 3 درجات جبال الشراه فرص لزخات أمطار مخلوطة بالثلوج من 8 درجات إلى درجتين وأخيرا في العقابة من 22 إلى 11 درجة مئوية في المناطق الشرقية 16 إلى 4 درجات فيرويشد في الصفاوي رياح مثيرة للأتربة من 15 إلى 4 وكذلك الأمر في الأزرق من 16 إلى 5 درجات مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقس العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمال الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من أيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر